بعد أيام قليلة من الانطلاقة الرسمية لعملية مراجعة السجل الانتخابي بمدينة جمينة فإن رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري وزير إدارة الأراضي واللا مركزية والحكم الرشيد ليمان محمد يلتقي بعمد الدوائر العشرة للعصمة أن جمينة ومندوبيها الإداريين والهدف تقديم توجيهات من شأنها تساعد في تحسين وتسريع عملية مراجعة السجل الانتخابي بمدينة جمينة وقال الإيمان محمد نحن على مستوى الكوناريق قمنا بإنشاء لجان فرعية في جميع الولايات ومدينة جمينة وأنتم تمثلون بلدياتكم لذا مهمتكم هي التوعية من أجل تعبيعة المواطنين التسجيل للحصول على بطاقة الناخب وقال الكوناريق مهمتها تنظيم الاستفتاء الدستوري وعملية مراجعة السجل الانتخابي جزء منه لذا طالبهم بالتنسيق في العمل من أجل تحقيق هذه الأهداف مشيرا إلى أن هذه العملية كلفت الدولة الكثير من خزنتها العامة وأن لجنة الكوناريق وضعت ميزانية خاصة بعمد الدوائر العشرة للعصمة انجمينة والمناديب الإداريين بالإضافة إلى 114 من رؤساء المربعات والحارات كل ذلك ترود من خلاله حكومة الوحدة الوطنية إنجاح هذه العملية والعودة إلى النظام الدستوري لتقدم المندوبة العامة للحكومة لدى بلدية انجمينة أمينة كوجيانا الشكر الجزيل إلى الوزير لتوجيهاته القيمة وأكدت بأنها ستسهر من أجل متابعة تنفيذ هذه التوجيهات أما عمدد مدينة انجمينة حنانة فاطمة زهر دقا وفي كلمتها أشارت إلى جاهزية عمر الدوائر العشرة في مراقبة جميع مراكد التسجيل التي وضعتها الكوناريق في مختلف الحارات وضمنت للوزير رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الاستفتاء الدستوري بأن كل التوجيهات والتوصيات التي قدمت خلال المناسبة ستأخذ بعين الاعتبار اشتركوا في القناة